من حسن الحظ وعلى من سوق الحظ أنه البداية تبقى أفريقي يعني ميستر كولر طبعا عمل مرحلة أولى من فترة أعداد ثلاث مطشوط تدريجيين من ناحية المستوى متروجيت والجيش وأسوان وجيش وبعد كده هيكون أول ظهور رسمي الفريق الأهلي والصفقات الأهلي الجديدة في مشوار أفريقيا وطبعا مباراة برا الأرض يعني في أفريقيا حاجات دي بالنسبة لكولر تعتبر شيء إيجابي أنها أول مباراة في الموسم بعد فترة أعداد وتحضير ولا شيء ممكن يبقى فيه جزء من الخطورة أو من البدلك يعني زي ما بيقول لا هو الراجل نفس المواصفات التي تواجد فيها كولر نفس المواصفات بالزبط نفس المواصفات بالزبط هو الراجل حبي يفعل نفسه عمل المعسكرات تحت اليوم الطويل بعد كده خمس تيان بعد كده الضراحات بعد كده أما كان بيزيع أي مباراة رافض الإزاعة والتعامل مع وسائل الإعلام عشان يبقى خلي اللعيبته تركز كل اللي انت تفرغت عليه من الثلاث مباريات هتشوف فرقة تانية خلص يوم الحد أنا تفرغت مرتين الراجل عنده كميتين حازم جدا ومحبوب للعيبة جدا دي صعبة انت بتجمع ما بين حاجتين شغل وفي نفس الوقت اللعيبة تبقى عارفة وهو عمل الاتفاق جماعية كويسة قوي إن اللعيبة دي تحبه حبته والمدة زي منها يبقى له شهر ملحقش يمكن أغلب الديوف اللي كانوا قريبين أو بيتابعوا أو بيبصوا على كولر على شغل يعني لقطوا نفس النقطة اللي حاجة تتكلم فيها فكرة إنه إنه الوشوش اللعيبة غير الحالة المعنوية جوه الملعب غير حابة وصل بي أن أنا الموديل الفني اللي موجود في النادل أهلي موسم 22-23 ميخل اللعيبة كلها قلنة مين اللي هيلعب مين اللي هيحجز مقعد الأساسي مين اللي هيكون موجود في البساط ويؤدي اللي المدرب حطه فيه اللي حطه في المكانة دي راجل مش عارف الأسماء بس ابتدى يحفظ كل اللعيبة بإمكانياتهم بيتفرج يومي أنا كنت متواجد مرتين كده مداري كده بتفرج بحاجة كان واخر باله الراجل عارف هو بيشتغل إزاي بيشتغل في وجود سامي في وجود المساعد معاه مشهيلي ينكون مش جديد عليه الجزيرة واللي هو بينفزه مع اللعيبة أولاده التلاتة الشناوي وعلي ومصطفى شوير هي دي الكيميا دي بس يا سيد أحمد ممكن يبقى معاك مدرب علامي واللعيبة مفيش حب ما بينها مش تاخد حاجة وفيه مدرب متوسط معاه لعيبة بتحبه قوي ومش قادرة على زعله وعلى زعل تفريط في أي لقب بالبطولات هيديك اللي انت عايزه الحب هو ده هو ده النقد الإهلي الحب الروح الراجل مخلي كله في مزان حساس مين اللي هيقديلي ومين اللي هيكون موجوده ومين اللي هيحجز مكانه في الحداشر اللي موجودين ده صعب وفي نفس الوقت بيطلع وبيضحك مع سوز أحمد ومع عمرو ومع محمد ومع سيد مع كل الأسماء بس في وقت الشغل راجل واقف على الخط بيدي كله أوامر 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 وما بيجي يكتب محل الأداء بيكتب له لو عايزه بيصلح ده ما بين الشوطين بسولة جدا ترجمة نانسي قنقر